اشتركوا في القناة وزارة ضاعفت جهودها خلال الفترة الأخيرة لوضع توجيهات صاحب السبو الملكي وليعهد رئيسي مجلس الوزراء بشأن التوسع في تنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية موضع التنفيذ مشيرة إلى أن الوزارة تعكفوا على تنفيذ ثمان مشاريع إضافية ضمن البرنامج والتي وجه بها سموة إلى جانب تنفيذ 280 وحدة سكنية في مدينة خليفة من خلال هذا البرنامج وقالت الوزيرة أن النتائج المتحققة في المرحلة التجريبية لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية أعطت دافعا إضافيا للوزارة للمضي قدما في تنفيذ المشاريع المقررة في هذا البرنامج الطموح والذي يدعم المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية من خلال توفير قاعدة من المشاريع الإسكانية بأسعار تناسب قيمة التمويلات كما أشارت رميحي إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة لضمان توفر تصريح البناء المطلوبة والتأكيد من ضمان توفر البنية التحتية الأساسية اللازمة في مواقع المشاريع جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها ساعدة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى الموقع المخصص لتنفيذ 131 وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى مشروع العمارات السكنية بمدينة سلمان وخلال الزيارة اطلعت الوزيرة على سير الأعمال الإنشائية في عدد من المشاريع قيد الإنشاء بمدينة سلمان كما تم تفقد سير أعمال تخصيص شبكات الطرق الفرعية للمركبات لربط المشاريع المشيدة في الجزر مع شبكة الطرق الرئيسية للمدينة كما تم استعراض مستوى التقدم في خدمات البنية التحتية ووجهت الوزيرة إلى استمرار سير الأعمال بوتيرة متسارعة بهدف تسليم الخدمة الإسكانية للمنتفعين بها في أقرب وقت ممكن كما استعرضت الوزيرة خلال الزيارة مراحلة تنفيذ المشاريع الخدمية في المدينة والتي تم وضعها ضمن خطة أولويات تعكف الوزارة حاليا على التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بهدف تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد لها